برعاية ملكية سامية أقام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حفلاً لتكريم كوكبة من العمال تقديراً لتميوزهم وعطائهم وتفانيهم في أداء أعمالهم في مختلف القطاعات الإنتاجية نعم ويأتي هذا التكريم بمناسبة الاحتفاء بيوم العمال العالمي وفي كلمته خلال الحفل نقل سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل تحيات وتقدير جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لجميع عمال البحرين وأشاد سعادة الوزير بالمبادرات المتجددة التي تنفذها مملكة البحرين لضمان استدامة النمو في سوق العمل والبناء على ما تحقق من إنجازات على صعيد توفير فرص العمل النوعية للمواطنين وتحفيز بيئة العمل المشجعة والجهود التي قامت بها الحكومة الموقرة في تحويل التحديات إلى فرص للبناء والتقدم والنمو في مختلف المجالات وعرب الوزير حميدان عن جزيل شكره إلى جميع العمال المخلصين وأصحاب العمل الذين يساهمون بروح وطنية عالية في تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر إشراقاء ترجمة نانسي قنقر